اشتركوا في القناة بس النجم يا صبري لازم يبع عنده ادواته ايوا ايه ادوات النجم يعني استاذ يعني مثلا السشوار بتاعه سان اويل بتاعه كرنيش جيم بعدين بتكلم معاك ليه انت تافي وانا نجم انا نجم يا ابني شوف شغلك قدر استاذ السشوار جاهز؟ جاهز استاذ شغلوه سان اصوار سان اصوار سان اصوار constant رượngناكم machir решan أيوم الح cooperate غضعة فرازق جد مستحق بأي كنت امي أخبر ب restrict مرحباli أحمد اليian هيا та أخرت لي اتخرت لي حصلت لي كارسي ايه اللي حصل نصيبة السشوار بلاي فارقع في البيت السشوار بلاي أ AirPods الفارقع وانت عارفة بقى ده مارك هأجيبه منين اضطرت ا represent هأجيبه واحد محمول صغير أمشي في الحل حتى أنت عارفة شعري بالنسبة لي إيه دمان ما عارش حاببت جالا ستان بقى يا جماعة حاضر يا بيه حاضر ثانية واحدة بيه خدا شوفي شعري طحفة طحفة يا ماجد كل البطن العربي بيتكلم على شعرك الحمد لله الحمد لله تعارفة ده بدعوات الناس المعجبين أبامشي في الشارع يا عدود ده الناس بتقولي يا ماجد يا ماجد ربنا أعل سعرك وإطرح البركة بفرق شعرك شوفي خشك لك حاضر يا فاني يلا يلا تفضلوا يلا أستاذ ماجد ركز اسماء حاضر ثاني مالن ركز يلا يا استاذ ماجد حاضر يا بيه حاضر ما هو شعري أنا بثبته مش عشان نروح بيه عشان نمثل في المسلسل بتاع حضرتك لو سمحت بجيني وقت يلا يا فاني يلا خشك لك تفضل قول يلا استاذ باي يا استاذ يا استاذ اسمك يا استاذ يا استاذ اسمك يا استاذ ماجد ما أنا بثبت شعري للشغل يا استاذ استاذ ماجد تان باي تان باي تان باي خشك لك تفضل قول يا استاذ ماجد لو سمحت أيوا يا بيه أيوا بيه ما أنا لازم أثبت شعري حالك مش متخيل الموضوع بالنسبة لي عامل إزاي أنا نازل في المسلسل ده بشعري من آخر مع احترام للمؤلف والدور سوري يعني وقايل لكل صحابي على الفيسبوك بصوا على شعري فاديني اديني وقتي لو تكرمت خشك لك يلا قول يا استاذ ماجد يا استاذ ماجد لا يا بيه مش مع وربنا حلاو يا بيه يعني أخش بيه ما نقوش الدين وبعدين سوري شيفون المنتج فيه أنا فيه شارطي في العقل بيديني الحرية المطلقة للتعامل مع شعري أنا آسف يعني أحركتوني جدا خشك لك اهو سوري يا غادة وطروني أنا آسف يلا تفضل يو تفضل 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 يا بيه حاضر ما أنا باجهز حاضر يا بيه طب معا ما تلعب في شعرها ما حدش تكلمها استغفر الله لو استني يا استاذ دي يا واحد اهو أنا جاهز يا فانت يلا تفضل خشك لك دور يا استاذ فاجئة يا استاذ كتير كده تفضلي 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 اكشن تفضلي أوريك المفاجئة اللي احنا اتفقنا عليها تعالي أوريك المفاجئة الفضيع اللي برا تقداري تتخيالي كام لمبة في المكان حوالي سبعة وثلاثين ألف في جنيه وربع تقداري تعرفي أنا بحبك أنت они كل دي عشاني طبعا كله عشانك الشمع واللمد وصاحب الشمع واللمد وأنا هتتكافيني لومبتين وخلاص بسوطة قوي التجاز ما دين دايققان يا قوي دعاج أصلي خلي بالك مش رأي دي فيها بوش هتتزبت ايوه كده الوحد يفرفش في بلته فكرة أول أغنية اسمعناها مع بعض كانت تعريباً يطالع النخلة هتلي معاك بلح أكيد مش هي زي سوري سوري آه كانت موال سجان الغرام لعبدو الإسكندراني انت ما تنساش حاجة أمداً؟ ما أدرش ما أدرش أنزل ما أدرش حطي إيدك على سورتي ايوه عالسورة نزيل تحت ايوه عالسورة بالزبط ايوه اضغطي اضغطي يا بيت اضغطي ايوه رعيك وديك عرفت كلمة السر عايزة فير واركس سرتي على طول تلاقي كل حاجة تحت أمرك كل ده عشاني مبسوطة اوي اوي الموال ايوه ايوه طوص فرص انت جمل انت يا حبيبتي جمل وعشان كده عايزك تجري رهوان وراي عرا كبر الجامع ما تتابناش ايه ريت الشياطي ايه ده القرب ده ايه ده انت بتقوليها يا غدا غدا بتقوليها يا جماعة الحق ايه ده شا عرف ايه شا عرف ايه شا عرف شا عرف شا عرف خلاص الحمد لله كان لازم كل الشام عليكم انت هتولع فينا معلش معلش انقاسب بس لازم حافظ على شا عرف صدقني كنت انا وطلع على السيشوار بتاعي طوفيكي بس البطارية ضعيفة والله ايه ده انت هتعمل ايه السيشوار لا غدا مفيش يزار الا السيشوار الا السيشوار يا غدا الا السيشوار الا السيشوار حرم عليكم كسبتيه يا جماعة انا ماجد المصري انا بسجلها على الهواء قدام جمهوري ان انا اعتزلت التمثيل اني مقدرش اكمل مسيرة الفنية من غير السيشوار بتاعي عاش مشاهدينا سمعنا في كل الاوساط الفنية ان الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن واكيد خبر زي ده ما كانش ينفع ان احنا نعديه من غير ما نيجي ونتأكد منه مخصوص دلوقتي احنا قدام كارفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقة الخبر استاذ ماجد سوري سوري ايه يا توني بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي استاذ ماجد لحظة لحظة منفضت توني فيني الكلمات بتاعت شعري انا شعري بيانهار يا توني انت فهم يعني ايه شعري بيانهار استاذ ماجد سوري حضرتك بكلمتين وانا بقى فيه تليفون اهم من الدنيا كلها انت بقولك ماليش دعوة امراتك بتموت انا شعري اهم من الدنيا كلها بكرا كون عندي بكلمات باي باي مساء الخير استاذ ماجد احنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه ان انت بتفكر في الاعتزال او فعلا اعتزلت الفن الخبر ده حقيقي هو فعلا انا قلت كده بس ده كان لحظة انفعالية لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات وبيدي اردارات غلط للراجل بتاع السشوار شعري كان هيتحرق فكان لازم اقول انا اعتزل بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان مالوش غير الفن يعني انا بطم الجمهوري انا راجع واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه انا مش اعتزل وشعري مش هيجراله حاجة وكان فيه سوقت افهم زي ما بقول لحضرتك انه انا يعني احبه مشتغل مع مخرج اهتم شعري امكين اكتر مني لعلم حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين مش اجر واحد باخد اجر لي او اجر شعري فلازم ده يتأثر والاجر ده متساوي او شعرك بياخد اكتر لا شعري بياخد اكتر انا يعني وده شيء يسعدني هو شعر حد غريب ما هو شعري فعادي يعني ما كله جايلي انا فاهماني يعني لو دافعوا فلوس لشعري هيروح يدوني احمد الساقة هيدوني انا صح من شعر ده شعري بالحمد لله هل شعرك ده بيبقى سبب غيره ما بينكم وما بين فنانيين التانيين لا او كان انور وجدي بس ولكن انور وجدي مكانش بالطول ده يعني استاذ انور وجدي مكانش بالطول ده وكان فيه اسمعت ما بعض الاصدقاء انه كان فيه بعض كلام وانه مش مستريح لشعري بس طبعا ده استاذنا ما قدرش اتكلم عليه ولا ارد عليها طب حالت لحضرتك مثلا استخدمت كيراتين او ده شعرك الطبيعي يعني بتستخدم لا انا ممكن يعني هقولك على حاجة ما انتهاش لبنت ابدا اسمحلك تمسكي شعري امسكه تمسكي اللي سمحتي ده كرياتين ده كرياتين قولي للناس ده كرياتين لا يا جماعة لا مش كيراتين خالص ده كله طبيعي طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع هل هترفض الدور عشان شعر والله لو فولس كتير ارفض طبعا تزيب شعر يعني لو عرضوا مبلغ مبلغ يزبطني سنتين ثلاثة احلقوا دلوقتي قدي ايه المبلغ ده خمستاشر الف جنيه احلق شعري دلوقتي خمستاشر الف جنيه بحاله والله خمستاشر ونتفوت كمان الحياة صعبة اوي يعني ولذلك انا بطامن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلتها اعتزل انا مش اعتزل لمين اسيب التمثيل لمين اسيب الدخل على الكاميرا والهلة دي على مين اسيب الجزت لما بقف قدام اي حد ده على مين فيه ممثل فيه ممثل بيقف بالجزت دوت والقفيش دوت مستحيل اسيب الكارابان ده المين والله العظيم ليتفليني لا لا بس انا سانية واحدة فليني لو سمعت عشان تثبيتي للناس كلها فلي فلي او اي حتة في الدنيا امال ايه مش جاي تشطري عليها وتقولي لي حشرات يا ساز ماجد حالة كنت اطول من كده بكتير امتا اذا انا شفتك قبل كده ايه اللي حصل دي حقيقة منتجاي وعندي ازم الراجل ما جابش كلمات هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما قلت انا بطمن الجمهودة السيرم هو طبعا انا كل احسيسي ونموي جاي من فرحيتي بشعري لو متزبطوا فيه سيرم انا بنمو لو مطفي يعني ممكن بعد بكرة لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه لا بس استاذ ماجد انا مش عايزة دايقك بس انا بستخدمش سيرم فعلا لا خلاص انا جايلي انا جايلي انا بيعني بشكرك وبشكر اهتمامك والخنابتاعتك ان انتو اهتميتوا بخبر اعتزالي بس بعيدها وبكررها انا مش هاعتزك ولا هتنازل على اي دور بيورد علي بشعر اقرع بنص دماغي وصلي للناس لنفسها ان انا اعتزل الرسالة دي احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد ويعني ربنا خليك شعر مرسي جدا مرسي على زوئك فرصة سعيدة وكل ميسانة الطيبين كنت عايزة تحريك سؤال بس ماجيش اي كريم عبالي عسيرة من ماجيجي بتاعي عشان طيب تتدوري كده لا انا طبيعي مرسي على زوئك باي 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 لجمهولي ممكن عشان خصوصياتش فده هده يا اخي انت ايه انت بلوة انت ما بتحشتش دون النهار مسك مفاج اعتخورني في الحاجات لغاية بتخلقها هتخلقات موس كل حاجاتي مقصد انت اي اخي مالش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص ديني ومقعبد لو انت شوفك تاني مسك مفاج ولا مسك جهاز تاني انا حرميك في الشارع انت فاهم لأ من ناحية دي اطمن اطمن؟ اطمن عليها لان ما فيش ولا جهاز باقي عشان ابوازه كله باز بصراحة كله باز يخرب بيتش تامن اعمل لك ايه الكهزة باز مستخن باز والمروحة بازة امال ايه تاني ايه تريب اوازته الووكمن الووكمن عملت في ايه الووكمن صراحة معرفت اشريك كسره فرمته في الزبالة رمته في الزبالة اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه انت عايز تبوتني انت عايز تبوتني واجي باعجالي شرع عنك يا بابا بعد الشرع حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني طب هو ينفع نص جنيه اشتري المصصة نص جنيه في عينك ما اصصت يا لان تالا انت تتلت انت تنفى في الشارع عارف ليه؟ عشان تعرف امت البيت عشان تحافز عليه وتعيش فيه كويس انت فاهم لا والنبي يا بابا حتى ده انا عندي ثمان سنين يعني خليني اهد سنة كمان انت عايزت نستحملك سنة كمان؟ انت اهبل ولا مجنون؟ عشان السنة الجاية اجا لك شايل لي حلقاني الببان وتقول لي حلقان ببان بازد؟ اوه حلقان الببان اغلى مني؟ اه طبعا لانها خشب زان انت فاكرها ايه خشب موسكي؟ بقولك ايه اطلع بره اطلع بره طب اصلح لك الغسل ويقض بقولك ايه يا عبد العزيز انا عايز اقولك حاجة يا ابني العلاقة اللي بيننا انتهت ما عادش فيه عيشة بيننا لان كفاية اوه ان استحملتك ثمان سنين متواصل ثمان سنين متواصل ايوا ثمان سنين متواصل اوه انا ابنك ولا باشتغل عندك بعدين ده انت انسيتني بادري بادري يا ابني اسمعني يا ابني انت من يوم مامك ما ماتت ويهدبسيتك فيني اعمل فيك ايه؟ بقالي ثمان سنين قاعدة لفة على احوالين نفس البيت بسببك أمان لو عدت 14 سنة هتعمل فيها ايه؟ بقولك ايه؟ اتفضل اطلع برة وانت ما ينفعكش هلالشارع عبدالعزيز انت فاهمت؟ يلا الشارع يا عزيز طب انا عايز المس جنيب تاع المصاصة قوت! 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 تجبتها منين دي يا بابا؟ انا بقولك قوت! قوت! لانت بتشتعل الكنصاري عموماً نو بروبليم نو بروبليم؟ امشي هلا اطلع برة بابا نعم نعم يا حبيبي بس جنيب تاع المصاصة امشي يا ابني اهه اهه اعملي بس يا ربي بعد اللي ابوي عاملوا معاي انا عايز اشتري مصاصة انا حاسس قوية ساعتين ثلاثة كده وهياتف هلية مش معقولة يعني ابا يسيب ابنه وهو لحمة طرية زي لحمة طرية زي كده تمام 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 ايه ده هنجعان اوزي ايه ده يا ستناجوان ستناجوان ايوه ايوه ستناجوان اهن في الاكل المصرفي لا هتعملوا حاضر حاضر عشب دقائق بنا خليك ستناجوان ستناجوان ايوه أبليحبتيني مخلي الو التيرش عشان بيحبه معك خ ابيعني الحاطر استنى جوان export things a very good شكرا الله يجب استنى جوان ملبيه عربه بس عشان انه هم şeyi czyli شكر هع نديكة لك الكتير شكرا الحمدالله الحمدالله أبل السلوه أبل السلوه أبل السلوه في beans سنتكو نافةあのووا التين يتيملي هنالك اوه خمس دقايق وهيحضرها لك حاضر ربنا خليه أبلسلوة 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 نابل سمحت زودي العسل شوية عشي بحب العسل كتير على كنافة طيب يا أخو يا حاضر أبلسلوة يا حاضر في ايه ونابل يطعها لي حتة من أخر الصنية المقرمشة دي عشان بحبها ماشي يا حاضر أبلسلوة أبلسلوة في ايه من أوقف اهو النبي بحتي لي معاوه ميا عشان ساعات العسل بيحشرك في الزوري من كنافة حاضر حاضر يا أخو يا حاضر شكر قوي شكر قوي عمي بيرم عمي بيرم عمي بيرم ايه يابني ايه يابني بتعمل ايه بتكويلي القميس بتاعي واللي ما نسيت عمي بيرم بيكوني خميس ونازل اهو ربنا خليك شكر عمي بيرم لا اللي خلي عمي بيرم عمي بيرم عمي بيرم والنبي انا بقصة يعني أنت بتكوي يحط الفضرة عشان ممكن يتلسع ولا حبة عمي بيرم والنبي مبخش ماية كتير عشان الساعات القميس بيطلع من الock ايه يروح شكر عمي بيرم لا تأخذ دلوقتي بفوق الخمسطاشر سنة ملوش حجة لما وصلوه تعمل كده ولا الزحمة ولا اي حق عم بيرب عم بيرب عم بيرب الاميس وصلهم تشكر قوي ربنا ايخليك عم بيرب ربنا ايخليك تشكر قوي ابويا فين كل ده تأخير خمسطاشر سنة بابا 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 سمو عليكم وعملهم عز راشر عبد العزيز عز نمرة 15 قدام شكرا يا رب بارك في البضاعة سيني 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 يا رب ولا مركة تانية تتباع إلا سيني 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 يا رب المخازن مرترطة بضاعة كلها سيني 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 حبيبي 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 مشان الخير مشان الخير ايه يا جودة مش فاهم مش كزا مرة بتيجي تخييني اعمل التقوس السيني عشان البضاعة تتباع ادعي معايا يا رب بيعلنا كل البضاعة السيني 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 كل المركات تقف الا الشيني 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 بس ما تدعيش ما تدعيش الشيني 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 اللي جاري النهاردة اللي جاري يا جودة مفيش اي حد دخل علينا لابتلاجة ولا بغسالة ولا بمكوة ولا مكرويف هو فيه ايه لا مفيش مفيش احنا اتحسدنا اتحسدنا؟ دي مؤامرة دنيئة لكل اللي بيتاجروا في الأدوات الكهربائية أنا عارف انت عارف يا هاد يا جودة أنا بتولدت في الشارع ده أول جهاز فكيته بوزته وصلحته كان هنا في الشارع ده أول مرة يتقفض عليها وعملوا ليه محضر واتضرب عليها كان في الشارع ده وبعد كده كلهم أول ما لقوا الشارع حلو ماشي بهم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا معدلات لا بس في الآخر في الآخر لايا صحة إلا الصحية لايا صحة إلا ما تشوف حاجة تخرج من التوريطة بتاعت السين أي حاجة بنفس المعنى خلاص لايا حق إلا الحقيق لايا حق إلا الحقيق ما تكلمش ياه بتلراح بتلراحة أطباحين بتحن بتحن للزبط أقولك إيه أنا حس إن إعنا في حد يعني بيحربنا بس مش مشكلة إحنا إن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع اللي هي البضاعة إيه السين 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 يا رب بارك في البضاعة سين الشين السين يا فشل يا عردي كهربائيا اه تفتكر الشيتيمة دين مين يا ماد ومين هو عرَّة الكهربائية لا مش إحنا مش إحنا دا محل من المحلات أكيد باوز لها الجهاز من تعرفهم نسى صابين أيوة وفشل وا متأخرين بس إحنا ممناش دعوة إحنا بتوع إيه الشين 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 ياربي خلِموا يا رب مو أه يا نسى صاب يا فشل ودييني ما أنا سايبان أنا ولأ impeachment أي Fed كلام دا ليه أنا لا يا مدامة غلطانة في العلوان. غلطانة. انا لا فاشل ولا صايح. انا ايه اللي حصل? ايه اللي جرى? انت فاشل وستين فاشل كمان. يا كما عدوا ليه دائمتك اقول ليه الناس تقول عليا فاشل. ما عيني اهم من كده بكتير. هو انت فيه افشل منك. ليه انا عملتلك ايه? الشاكوسي بتاعي. ليست بايد. ايه? الشاكوسي بتاعي. ايه ده دي انا فكيري غلطة اول مرة. اه الشاكوسي بتاعك حضراتك ما اسموه الشاكوسي ده مش موضوعنا. انا مش ربيك من اوله جديد. لكن ميت مرة قلتلك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكة اللي عند عاداك في الحمام. وانت مقاوها اعمل ايه? وانت مالة كنسة انت مالة. لا الى الا الله. يا ستي يا ستي وبعدين مش لازم الشاكوسي. يعني ايه عايزة انعارها ما تتنهيله في اي دوش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحة. فلوسي. وديني ما هسيبك. يا لهوي. يا تواتيني ايه? يا قرابي. في ايه يا نصف. هو انا بوصلك ايه? الشاكوسي. لا ده واضح من ايه? يا بتحب الجملة كده. فاهمني? ايه مش عايزة تستحمى فيها. بتحب تقول اسمه وغلط. اجربها لا. بص يا مادام بص يا مادام. احنا اول حاجة هننقذ الموضوع. حنافية السخن هنوزيها مع التاني. عشان الاتنين يوصلوا لايه? الشاكوسي. شفت? شفت ايه. الله 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 الله. يا ابا عزيزة فاشل عامل علاقة ليه انت والتعويزة اللي معاك. هوا كل يوم خناه ولا ايه? صبح ودهر وليل وبين الوجبات في ايه? يا سادة الظريف وانت مالك ايه اللي دخل علينا ده? ساعة التالجة اللي في المحل اللي جنبين. صدق بالميل يا لها عايز ايه? وانت يا حلو انا مش قلتلك تعليلي من الاول اللي رايح العب عزيز الفاشل. لا هيسرق الزبون يا ايمهار اسرق لو سمحت لو سمحت الزبون نادي بتاعتي. احنا نروح بقى الاسم الزبط ان شاهدوا عالكلام ده. قبل الاسم ازبتلك ان الزبون دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معها اقوع ايدك. مش حاركي تتعاملنا مع بعض وبالامرة بوسيلك حاجة مهمة في عندكم اسمها ايه? مش شاكوس. اسمحت انا بوسيلك الشاكوس. اه والله انا مش رايح اسم لاني في حاجة مهمة اوي انا مستنى ابو ايه بقى لي واحد وثلاثين سنة. مفروض ده انا مشيت وهو جي في الثانية دي اعمل ايه? ابوك بقى يا حبيبي لما ييجي هي بقى يجي يضملك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيك بعد العمر ده كله ييجي اول حاجة يعملها هيضمني في الاسم وكل ده عشان ايه? انا بوسيلك حاجة بوسيلك ايه? اي وشة كوسي بتاعي حرام عليك. يا عالتان. اي ده بتضحك على ايه? انا مش رايح الاسم واللي عندكم عملوك. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم. مش رايح الاسم? اه. طب ويديني لنبسك قضية تحرش. وجرانك هو معفين وشاهدين? شاهدين ولا مش شاهدين? اه اتحرشت. انا اتحرشت بيها? اه. خلاصة لما اتحرشت تحرش جد قضية اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجالة اللي واقفة. هونت رجل واحد انت بتكتر نفسك ليه? انا هاجم معاكم. واللي عندكم تعملوه. انا عارف انا مين والشرع ده كله يعرف انا مين. ولا. نعم. اعمل التعويز عشان الرزق يمشي اه? لحد ما جي لك. فضلح الاسم. بس قبل ما نمشي النابي انا بوزت لك حاجة. الشاكوسي. الشاكوسي? يبا. يا يبا. يا يبا. احفاج المحل اللي كله. الشين 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 الشين. نعم. يا باشا يا باشا راجل ده بوزني الشاكوسي. بوزنك ايه? بوزني الشاكوسي. شاكوسي? دي فاندي ست مختلف يا فاندي. في حاجة اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك دي ست انا اكتشافت انه اللي عنده حمام ولا بيت اصلا ومهووسة مهووسة بموضوع الشاكوسي ده والراجل ده كدابه وبيقول شاد على اي حاجة وهو ما بيشادش في الحقيق ابدا انا مسلوم حضرتك مفيش اصلا قضية وبعدين الجو دوت انا لا صيني ولا حاجة انا راجل عادي سهلا بقى بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فاندل ده عبدالعزيز جهاز حساس في الدولة وomorphك في مهمة رسمية وخطيرة جدا 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 أهلا بك فضل يا عبد العزيز أقعد يا عبد العزيز انظر يا عبد العزيز نعم احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جداً مزروع هنا وعايزين يتجسسه عننا واحنا اكتشفناه بصعوبة بالغة وعايزين نبوزه حضراك تبتهني بسمعاتي انا رجل بصلح وراجل اسقصه بشوف ايه باوبوزه يا فاندي انا قولي ما بوزت حاجة يا عبد العزيز هم لسه بيسمعونا لغاية دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده هل رأيك ان لو بوزته تشهدلي ان انا باعرف اصلى عشان اكل ما يقافش قادر يا عبد العزيز اتفضل يا عبد العزيز اتفضل يا عبد العزيز اكيد حدك سمعت عني والوصلك السمعة حاقد وقالك بيبوز بس انا بزمتك ببوز حاجة اه بتبوز ايه ببوز ايه بوصري شاكوس لا اطاعك انت وزفت متاعك اطاعك ايه ايه بواز ايه طبعا يابد العزيز اعجب تعرفي ابا, ستزوج ابا ايه為什麼 يا جماعين التبويز ايه بوز سمعت لو لقد؛ سلّحوا ! سلّحوا ! سلّحوا ! سنấpتوا لأسئالي سلّحوا يا عب你是 الذي ت判 임 ، سلّحوا يا عب sag سلّحوا يا عبد العزيز سلّح common بضيقن اخدنيش في بالك النعمة بوزتي بس ربنا يا عبدالعزيز متشكرين جدا جدا يا عبدالعزيز وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويز اي جهاز في البلد اي حاجة حضرك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزة ومعروف عني ده عناية يا عبدالعزيز ربنا يا خليك بتؤمر امري عند حضرك طلب تفضل يا عبدالعزيز انا ليه يا جار تاجر بيغلس علي وبيسرق من الزبان مش ده غلط يا فانديد؟ طبعاً ولو قلت الحركة عليه مش ممكن الحركة تتحفظ عليه؟ فوراً اه الرجل ده يا علي يلا برا يلا يلا يا فانديد يا باشا ما انا كامل باعرف بالله يلا يا بابا يلا يا فانديد يلا بقى غرب داية امورني يا عبدالعزيز تم دايقني في الشارع ام دايق علي ام دايق علي رزقي اعتبروا مش موجود يا حبي بناخليك فانديد حاجة تانية معلش انا زهرت في حياتي فجأة كده واحدة ستة عناك مجنونة مجنونة متخيلة انها عندها الجاكوزي كويس وهي مني يعني واضح انها يعني غلبانة فعملون الشاكوزي الشاكوزي هي هبلة في النهاية ايوة وكل شوية تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوصطي لها الشاكوزي فبعد اذن حضرتك ارحمني منها نقول لي القادرة بصها انا هسبدر هو انا بوصطي لك ايه مادام؟ الشاكوزي الشاكوزي اه 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 احجزوا الست ديه هنا لو سمعتنا يلا 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 مع السلامة عبد العزيز ربناك مع عدي سلامة عبد العزيز شكرا الله يخليك يا شباب يا حلوين شوفوا كده فتش باليوب ما فاضلش للمكسرات تلعبوا عليها يا كريم يعني انت مش نوي تستجدع معنا وترك علينا حاجة من اللي احنا خسرناها لا مش نوي استرجع ولا رجع حاجة بقالك بتلعب معايا كم سنة؟ خمسة وستين سنة دلوقتي عمري رجعتلكم بني مش همشة لما رجع اللي خسرت لا جادع ده يا كريار وريني هتاكد فلوس ازاي ايه با كريمة جادع ده احنا صاحب يا جادع وعيشت عمري يا جادع الله ده احنا نطر يا جادع ده احنا حوار اسطنبول تشدع منها جادع ايه ده ايه ده ربعين جادع في الموضوع ايه يا جادع يا جادع ايه انت بتنقط يا عم انت؟ ولا حوار اسطنبول ولا بتاعوا كل ده كذب انا مختلف عنكم تماماً يا جماعة بصوا على الشعر حد عمد الشعر ده بتاع كريم بتاع كريم حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعة ركز اللي انت عادين مع كريم ايه؟ احنا اخسرنا لكن الخسارة مش عايب لكن يا ترى انت فكرت لحظة واحدة بس هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب الامار؟ انت واخد الموضوع بما نسويه ليك ايه ده؟ مستدقى بش حاجة نعملها ايه ده؟ hésitezبش أي حاجة حرام نعملها تانية؟ عمد المشروط خالف، خالف خامرة وايشربة، وامارو غاومة لعبانة، أ病 qualifications ع نح shop هو ده اللي فقر الموضوع ما تحرشتوش بأي واحدة النهاردة؟ لا ليسا بس هو ده اللي فقر الموضوع هو ده يلا شوفوا بقى بيت اي بيت راحة جاية كده واتحرشوا بيها وانا زبطلوك الموضوع ايه رشتيجوا معانا ولا ايه؟ انا عرقبكوا زبطلوكوا الدنيا يلا يلا خلوا بلكوا بيس الشمس عشان الدنيا نار برا يلا على ما قالوكم بس انا هنخلق الزفر مطر دي يا رعا مطر ايه ده وانت احنا اللي عاملينه ايو يا كريم بس ده فيه رعد وفيه برق ايو لما نعمل مطرة لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى مية مية طب والزفلات ده يعني نعمل فيه ايه؟ ما تعقدهاش بقى بقولك ايه؟ لو قابلتوا بيت حلوة ايه؟ ايوه انت تتعامل معاها شكلك تجر بصل ما تفضحناش يعني المطرة دي مش بيتبل؟ لا بيتبل يا اخوي يلا بقى يلا 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 لاغوني على طول ايستر سلامة يلا لو لاغنتوا بيت حلوة كلموها عن شعري اه؟ قولوا لا تعالوا شب شعري كريم ايستر ياه خلاص يا بطرة هانت كلها اسبوعين وابنيلك الكوخ بتاعك في الأحراش والأدغال امت بقى ياطيفة امت خلاص انا مش قادر استنى هانت يا بطرة الا بالحق انت بتحب الأحراش ولا الأدغال ايش معلع يعني يا تيف؟ الأحراش خضرة اما الأدغال صفرة بمدفك عشان انت فهيم يا حياتي قلناك ايه الوقت خد خلينا مش خلاص الساعة دخل على ثلاثة بالليل بطرة انت حبيبتي خاطبتي انا من الحقي لانا أصحب معاك وأسافر كمال معاك تسافر معايا يا تيفا هوا انت حلتك تاكل يا اخويا بقولك ايه خلينا مش احسن انت عارف أهل الحرة عاملين الزايا البت مننا لما تتأخر بعد الساعة واحدة بتتلط ده تخلوا فورة جاية نعمل ايه بس يا تيفا نعمل ايه هم كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات بطة عشان خاطري عايزك تعاضي معايا شوية حتى نسقوك عنات طب ممكن المرة الجاية على رأيك يلا بنا نرجع يلا بيه ايه ده ايه ده ايه ده شايفيني الساروخ ده جدعان اوف 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 مين البيت الجامدة ديها كبير ده مش عارفها ده البيت فاطمة جول فاكر عم جول كان بيبيع ترمس عالكورنيش زمان تكبرت وحلوة قوي يا عادة الكريمة ايه بس عيبك ده عندي بنت قرية نعيب مينفعش احسن كده ابوه رجل كنا انا عرفه بصراحة انا مش موافق بس هي حلوة هي جامدة بصراحة يعني ايه يا كبير مش هنتحرش النهاردة ولا ايه لا انتوا براحيكو انا مش معاكو بصراحة بس كده كده هي جامدة ساروخيرة ايك اه حلو ايه المنظر اتراح تتطاهر ولا راحت تتحرش ما تتخليك محترم شاكلك وعش قوي مش هتا قلتنا ان اتحرش اتحرش ايه ونتنيل ايه البس حاجة يا جماعة انا مش موافق بصراحة برغم جمالها لازم اتحرش يا كيمو ده دحكت يعني بدي شمال ايه ايه واحدة ده دحك تبقى شمال يا جدعان ايه بقالو ايه الجمال ده ايه الجمال ده بصراحة انا مش قادر انا دايس مين معايا انا معايا معايا لا انا ما ريش داعوا تفضل وتفضل وتعلي تعال 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 اللي تعال التبايع طين شوكي راح تحرش بيت طابطة ايه الحلاوة دي يا بيت طابطة طيفا انت عارف انا بحبك اوي وعايز افضل معك ليه صح؟ عارف يا بطة عشان الله اذكر ملك خلى ايه متحرش من دول يتحرش بك ولا الهاتش وبسناني بقول لك يا داكر أنا أجيبها لك من الآخر عشان انت الرجولة قتليك شكلك الشباب الحلو زه جاي يتحرش بخطرتك فيه مانع لا يا فندم مفيش أي مانع فيه أي اعتراض في دماغك لا يا فندم مفيش أي اعتراض ولا مانع ده معلش عشان قاعد عائلية بس فشو هتنفس بعد تسمح لي أمشي؟ أنا لسه بطلب منك شكرا يا فندم مصطفى أشكرك انت متعاون ما تشكرنيش يا نعم نشكر بطا بالحق معلش يا فندم مفيش صدر يا ريت حضرتك تديها الدبلة فيها أنا معي واحدة فندم انت ابن حلال شكرا فندم والله أبوك رباك طلب أخي بقى خطرت معي اللي ألا عايز تتحرش خلصت معلش يا فندم مفيش خلي بالكم إنا دي فناية أول ما خلصوا التحرش هجيبالك لحد البيت أنا أوصلها بس أنا ما دارش مارك قابل شاب ابن حلال قوي 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 إيه الحلاوة دي فطلّا بينا دي بنت قريتنا ماينفعش يلا بينا بقى ماينفعش يا جدعان ماينفعش يا كينا يا كينا يا ابن الله بالراحة بالراحة يا خريب بيتك يا علاف يا ابن العلاف إيه ده؟ المهمة يعني أنتو بتجو هنا كتير آه كتير كلهم مشوفوا حدي حلو زي حالتك كده بتعرف أصحابي الشباب وكتاوي عزي فا أنا مليش دعوة السلامة الصحة بس أنت حلوة بصراحة ربنا يا خلي أنا مرحبا بيتبع يا خريب بيتك الأكلادور لسه عاملة من نص ساعة آه يا الخمصر يا جدعان دي بنت قريتنا بنت قريتنا دمي صح عايش بس هنعمل إيه باعيات؟ تحرشوا هاي حاجة تمرح الأولاد الزبت كده؟ فيتيها عنا فيه؟ عنا فيه؟ ايبا سحرك ده؟ منيه؟ 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 الوقت كان نيبها أنا كفتا مختصبة مستحيل أقبل بالوضع ده لازم انتقني لازم أخد حقك لا يا بط هو اهتخل الشر يتسلل جوا روحي؟ لا وبعدين انتي خلاص اغتصبوك في حلقة وخلصت دروا الباقي علي أنا فضل لي مئة وعشرين حلقة الله أعلم يحسن فيي ايه؟ وأنا ناوة اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص إيه الاسلوب ده؟ أنا كفتا مختصبة مستحيل أقبل بالوضع ده لازم انتقن منكو كلكم وانتي خلاص باتزهقيناش بقى الناس نجيبي طابلة وطهروا وأنا فتا مختصبة عارفنا ان انت مختصبة انسي الموضوع وأنا موافع اتجوزك على اللبيض من أول وجديد أبتمكو أبتمكو أشتنتني ألومكو أشتني أنا ترتمي أنا ميلرم بشكوبكو أبتمكو أشتنتني ألومكو أشتني أنا ترتم أشتني أنا ميلرم بشكوبكو صلى على النبي يا باتة إيه اللي فرالك؟ وعتب في إيدي عقلك؟ هتبقى مختصبة وهابلة؟ لا إيه دي إيه دي؟ أنا الرجل اللي هتجوزك موافق أن انسي الموضوع ده هنتجوز على اللبي ده على جديد يا باتة خلاص يخرب بيتك بهدلتيلي صدري من زخط ومن مشوراني يا ربنا ما أنا متكلم معاك يلا غوري في دهي يا ربي يختصبوك تاني ده إيه القرف ده؟ حلوتك يا كبير اتفضلي عروسة إيه ده؟ مين دو؟ صحابي مين؟ صحابي اللي مين؟ لا دول العيال اختصبوني يا شيخ باش قلبك اسود بها دي عيال طيبة وغلابة قوي المجتمع هو اللي ظلامهم من النهاردة دول إخواتك انت غشاش وقوان تاجي ورازم تموين وانت كمان دمت بارد يعني ايه هرمت منكم؟ سيطولكم اختفوها واختصفوها الزات هو تبدأ من وانا واقفة انت تجننت اعمل لنا كاس يا بيت حلوتك يا كبير منورة ابو فايزة خش عالصانيورة العب اكيد الصانيورة وريني يا اخويا خلصين بالقديم ايه ده ايه ده مالك انا احس ان انا هيغمع ليا لا 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 مش وقت ونسقها دعيف وادخل انت يا كبير انت في القبال التامت وانت وان نزام احنا عادين 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 نعم مفيش عادين تاني عند خالتك اطلع برا طواوا يلا بكالسونك ده يلا يلا يا خفيف انت هو هسيبكو اشناديو خرف داية يلا همومة لياتبير الدنيا لو او تلاقي لو او تلاقي يلا اطلع برا مش هاشوفكو تاني وانت اللي في العين السخنة يلا برا ايو اجلين برا اقضر الناس عرفتها في حياتي برا يا زبالة فعلا زبالة تعال يا حلم يا اوسيخ يا اموت الادب مبروك عليك مبروك عليك شايتك يا عادي عادي مرسي يا بي بي فصلوني تخليش حد يا عصابك بقى دي ليلتنا تعال ايوة كده اتغنداري اتغنداري ان شاء الله ان شاء الله النصيب ده اهلا اهلا تصدق يا بي بي افلوني لا 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 بحدش يا فلك هنا نولع الشمعة بالوقت وهنعمل النيس كافية هون انبسط اخر بصد حلوة اوي حلوة اوي انا بحب الانطلاق ده حلوة اوي ده مرسي يا زبالة عايزة تقولي حاجة يا بيتها ها؟ عايزة فلوس؟ لا ده بعد الدخل على طول حطلبها اوكي اموري انا بس يعني مكسوفة شوية لا تفضلي خير قلقتيني يعني انا انا كفتاة مختصبة كنت حب اقولك ان ان شاء الله الموضوع ده مش هيأثر علينا خالص ثانية واحدة يعني بإذن الله ثانية واحدة لا انا خلينا كمل بس لا لا فيه جملة توقف كل اللي جاي انتي كفتاة ايه؟ مختصبة مختصبة طب انا من الحقيقة اعرف ابل الجواز مقلت ليش ليه لا لا الجوازة دي خلاص فيك الجوازة دي بازي يعني ايه كريم اللي يعني ايه حصل امت الاختصاب ده جاي يومين من دبي قلت اتجوزك وامشي اقولولي ابنت الناس طيبين تبتقولي ايه لي تبتقولو ده لا ها مش كنت معاى بتتفرج علي أنا باختصب انا 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 كنت معاا ثبلت اخطئ ايه متى الكليم ده كريم ايه الصبع الصبع صبع مانتي مريضة ولا هي كريم الاكلادور اكلادور ايهان امش فهم مع كعاجة اتكني يا كريم اكني ايه انتlli اواص اللي انت في دى لا ده أنا اتغشيت فيه كي الكلسون يا كريم الكلسون؟ الرجل اللي كان قاعدين أبو كلسون؟ أنا بشوفه في كل حياته بس ما حدش بيعمله بصراحة لا بقى يا كريم ما تهزرش ولا أنت عشان يخير ششورت شعرك وملسته هتعملي بقى الحبيتين ده لا إذا كان على شعر أنا مش هشوره من زمان مش أول مرة ششوره أقولك فإيه دي كده وشكلك فيه بقلش أعمل ريح الجنان ريح الجنان لا يا حبيبي الكلام ده عنده ملطفي اللي بتقيد وتطفي مش عنده أنا عنده ملطفي اللي بتقيد وتطفي يعني مقعدك في الدكور ده كله وعملك الأقلة دي وتقولي ملطفي وبتقيد وتطلق لأ 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 سوري حتى لو مش دم اقتصابك أنا مش هيشرفنا تجوز يا سلام يا سلام اوعى يا خون يا أخويا فاكد نفسك هتهرب من الدخلة ولا هتهرب من الدخلة هتدخل يعني هتدخل إيه الجراء اللي جالك دي دلت لسه قيلة أن أنت مختصة ما قادر بباجعك ولا يعني إيه مختصب ولا أولى الأخر واحدة مختصب ولا إيه يعني هي حاجة شريفة أو ما تتلمى أو ليه يعني شريفة ونصب ما تتلمى أنت كمان لا ما هو عجده واصف لا أصحى أصحى وبالدليل إن أنا سيبك لبيته وما يجب لا يا حلوة أسلني وتروح في أنت علي أعنسي لا أدخل إيه يا أصحابي لا أدخل إيه لا أدخل إيه يلا يا مجنونة يلا يا مجنونة يا باشا موجودة عندي في المحل ها بيشتغل محامي ومربي سكسوكا محب يا باشا هو أنا أول مرة يعني يا باشا مات يلا يا مرشيدي استرغي أتنشف طب بالإذن يا باشا كده علشان الزبون استعواني يلا سلام سلام إلا مؤخذة كنت بأكلم خالي لا ما حصلش حال مساء الخير يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا ده النور ده كله الله يخليك نعيما مقدما يا أخ الله ينم عليك الله يخليك نورتنا يا باشا والله مابلتك حلوة ومحلك جميل ربنا يبارك يا رب ربنا يخليه شكرك شكرك لا والله ده أنا مش مصدق نفسي ليه 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 أنا حاس أني بأحلم انت مجيلكش زباين ولا لا لا بالنظافة دي ما بيجيليش حبيب حبيب ممكن تتفضل معنا من غير شوشرة طب ممكن يا نصف دومي لا أنا عايزك بين ملاية عايزك وتلابس حفظي الله علي يا الوكيد فيك يا عشيدي حفظي الله علي يا الوكيد حفظي الله علي الوكيد حفظي الله علي في مشاكل ولا حاجة لا 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 مفيش حاجة ده البوليس وياخد واحد كده كنت أرشدت عنه انت اللي مبلغ عنه ايوا ربنا يديك الصحة نورت يا باشي شكرا خلينا وفي موضوعنا بقى انا مش مصدق نفسي اه شعر ولا دق لا ان شاء الله صدر صدر اه فقالي فترة اسبوعين ما حلقتوش مش قادر اقولك مش عارف اقفل الاميس فعايزك تهندنهولي كده لو تكرمت اللهم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام انا عمري ما شفت كده قبل كده ولا هتشوف ولا ان تقريبا ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع مش انت الوحيد اللي كده لا 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 العيلة كلها العيلة كلها كده بس مختلف الحقيقي يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فيه يعني عندك ابوي الله يرحمه كان بيطلع له فكوه هنا كده يعني فتلاقي يمشي عارف بتفيده برضو في الحر يعني ربنا بيبلي وبيبلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله اخوات البنات تقريبا قرع بس ماشي لا بيجيبوا بقى بواريك ولا حاجة بنوفر لهم احنا بتاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده الحمد لله بس انت كده باش هتتحسن والله انت راجل طيب انا محسود قردي مش بتحسن مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع خدها عندك فننين مطربين لعيبة كورة فريقه السكواش بس الحمد لله بس الحمد لله ربنا يحفظنا انا هايزك بس يعني ايه تفرده فردة بالسشوار لحد قبل السره بقراتين عشان اللوست ارجوك انا اللي اتنين يا باشا انت راجل طيب انا حبيتك انا مش عارف ابدأ منين بس لا 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 تبدأ ايه هو تعمل كده لا لا ده متحطش عليه مكان ده اثار اعتبره اثر من الاثار يعني هو بيدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان انا اللي يخليك طب يا باشا تحت امرك يعني انا اللي تحت امرك بس معلش يعني عبر المفكر هبدأ منين ها هعمل مكالمة صغيرة انا مستعجل اطمن على حاجة عشان خطري اصليها تعبانا شوية معلش اللهم هات كلهم بيتعبوا بيوب وكويسي دي يا واحد ارجوك هتعطلني كده ايه يا باشا لقيته ايه ده شعر سيدريك بيراوي يا باشا ده انت هتلاقي معجزة حاجة حاجة عظيمة تعال بس متأخروش وحيات النبي متتأخر ها لا لا بقولك بس يا ريتي انا نفس اتصور معها والله بس بس ماشا باشا اه 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 اكمل بس مكالمة ماشا باشا ها ها لا يا باشا انا عمر اتأخرت عنك ولا كتبت عليك في حاجة موجود والله هتاني اقوله هتاني اقوله انا موجود يا فانتم اه انا موجود لا لا الراجل ده مش كذاب اوكي اتفت اتفت شكرا على التعاون الجميل ده انت بلغت عني صح؟ اه انا بص الفكرة عجباني حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه تحتاج مين بعد كده؟ اه 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 هو بيقبضوني كويس ربنا ديك ستا اتراجي هتاني المحلات دي ما بقيتش تعاكل عيش طب ما تيجي شوية كده قبل البوليس يجي اه كله بقى يقولك بيوتي سنتر مش عارف ايه خربوا بيتك خربوا بيت الله يخرج البيوت مالش تفضل مالش حسنك عندي ربنا استعني تفضل يا باشا تفضل 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 قبل ما يتوبوا علينا يا باشا انا مش عارف ابدأ بايه ولا ايه مش عارف ماص ولا مكن مالش تفضل ايه ايه سلم ايه يا الفكاقة ديه يا غبي منتلت سعيال انت عبيت ولا ايه يا حضر الزبط انا اللي قلتلك انا جامبه مش عارف جاية تقبض علي ايوه 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 مالي الحركات الاوانت دي بقى مرشي وخايب وخاين ده انت رهيب رهيب انا تحت امرك فانت طب اه يلا بينا بقى عشان معادل اسم لا 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 تحت امرك مع السلم بص برغم ان انت يعني بشع لكن الفكرة عجباني عشان انت مش مرشد بس مرشد غبي كمال هتحلق من اخواتك بعد كده يا باشا اكل ليش طبنا يخليه بفضل الفن يا سلام اهلا وسلم اهلا تفضل يا باشا يا باشا تشرب قهوة يا باشا عشان تهدى عصارت يا باشا مش عايز قهوة انا عايزك تجيبلي الواد اللي بره ده ليه يا شوق كده اشرب من دمه نفسي اسألك سؤال يا باشا ممكن تديني الشرف ده يا باشا طبعا ديك اسأل يا محمد اسأل ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ ساعتك يا باشا بصراحة يا محمد انا متعقد بالواد متعقد منه بص يا محمد موسيقى هو ده السبب الرئيس يا محمد ما عنديش ولا شعرايه بسدري انا اقرودي اقرودي انا ايه اقرودي اخوة يا محمد انا بس اللي اقول اقرودي حاضر يا باشا صراحة الواد البرده صراحة صراحة يا باشا اقرودي خوش على اقوض اهلا يا عاصل اشتركوا في القناة 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 اخصى عليك يا فاندن شعر السدري طبعا ده هو اللي فيه شغل كله حضرتك وبتقولها تاني انا اترودي محمد 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 حبسونا على شعر السدري يا بسمي ايه النور الجامد ده ما عايزين يعموني ولا ايه بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر انتوا ايه انسوا ولا جاني ولا انتوا مين ادم نعم انا كان فضائي كان ايه فضائي اهلا وسهلا تحت امركم بص يا ادم اين بمقييس كوكبك انت انا فجل لكن بمقييس كوكبنا احنا انا راجل عادي براحتكو امريش دعا بمقييسكو انتو عايزين مني ايه دلوقتي ادم امري احنا جايبين لك دعوة في اي بي بزيارة كوكبنا وكوكب كوكب ده فين ان شاء الله كوكب الدكورة كوكب ايه الدكورة انت اسمك ايه اخ خالي في حاجة؟ ريه مفيش حاجة وحضرتك كريم اهلا يا سوز كريم امروني انا خدمكو في حاجة ما قادر اعملك بص يا ادم نعم انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدولة هيخلصوا عليك ليه انا عملت ايه في حياتي؟ ادم نعم اديني ايدك لو سمحت احنا فعلا محتاجين لك ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحلة الحالجة اللي بيمر بيها كوكبنا بصراحة الان منكو والان من كوكبكو ما تزعلوش مني يعني ادم يا دي ادم قررتيني في ايه انا كائن فضائي حاضر اديني ايدك لو سمحت هات ايدك يا ادم مفيش وقت اشرح لك نخلل المكوة يا لا مكوة ايه هات ايدك يا كريم هات خلط مبسوط يا خلط؟ مبسوط انت متجاوز؟ لا هات يا عم ايدا؟ مستر ادم مستر ادم بجد بجد دي سيارة كريمة جدا وانا نيابة عن المسؤولين في كوكب الدكورة بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدولية للكوكب اهلا اهلا يا استوز جمال اهلا وسهلا والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني بس انا مش فهم حاجة انا مش هتول على جنابة بس زي ما سيابتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات نقص في الهرمونات لا واضح بصراحة انا مش فهم زي كنت رجالة وانا نسوها ان كوكب عجيب يعني من الاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زيادة واكتشفنا ان بسبب شعر صدرة حضرتك انت حطمت رقم العلامي الهرموني انت رمز للرجل المشعر يا مستر آدم ربنا اخليكو دي حاجة بسيطة يعني وبصراحة يعني انتو نزو وانا عايز اعمل معاكو واجب يعني واجب بسيط يعني الأنت لا لا انا بحس بالنعمة اللي ربنا بتهاى المرة كمان أالأه دة احنا عندنا في الأرض دة من الثالث لحاجة تقرف يعني الشبابين عندنا مش عارفين يتجوزوا حين انطلدوا عجل كده احنا فكرنا إنو حضرتك تبشرنا شوية شاعر نحللهم ممكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفعل مع هرموناتنا بشري الشعر الصدر اه فيقيا خالد اه كده احنا دخلنا بقية جارئة يعني مصلحة هتدفعوا لي كمة ندفع لك كم؟ ما فيش أكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله بل كوكب كولوا مستقبالكو ده شعر السيدر يا تبشروا يعني إيه؟ لازم أخط فلوس هنعمل لك تمثال تمثال؟ لا ما يقولش معاه الأوانطة ديها حلوة خلاص يا سيدي هنقلف لك كتاب إلكتروني ونوزعه على ستان الكوكب هحرق ورميه في البحر أنا عايز ماني فلوس هندي لك عشرة في المين عشرة إيه؟ في المية طب وكده ممكن أديه خمستاشر في المية طب ممكن؟ ثلاثين في المية طب لو لمست شوية كده خمسين في المية بصي أنا ليه طلب تاني بقى بصراحة ممكنك بشلك كبشة ليك لوحدك وتديني لفة في البتاعة دي بس مشايني عليك في لفة حواليني النسوان ولا الرجالة اللي هنشفعهمهم فدول ودعلك تاني علامة لأ مشاين فأخير بص طب بالسلامة بقى أنا عندي مشوار في الزوحة تعالي هنا يا حبيبي وانت فاكر دخول الحمام زي خروجه ما زي خروج؟ إيه اللي زي خروج؟ يا عطريس حصل مبشارة مبشارة؟ ده لانش بترفوش راجل من الساعة ما جيت هنا هتوريك رجولة دلوقت ايه هتبشوري شعر سيدلي؟ ده أنا قط عرق بيك وكلك قوي على باش تسليق بالك لوعي ولانتي وهي لما هرقس وت شعري لا 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 واحدة 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 شعر سيدلي راح فيه يلا هرقس وت هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر سيدلي وعملوا بيه ايه؟ يلا هرقس وت شعر سيدلك راح يرفتك السودة يا ابن سابرة السبارة هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر سيدلي وروحوا بيه فين؟ طب لما قام من الدولة ولا البلد يعملوا كده مقبولة لكن الناس من كوكب تاني مش بهم رجالة ولا نسوان يخسرتك يخسرتك يا ادم يخسرتك يا ادم خدتوا شعر سيدري يا كلاب يا كلاب بسراحة احزاب انا كان اوبر كنت اعمل زي الغوريلا كنت كل يوم اصح صرح شعري واصرح شعر سيدري كنت بكسي في انزل البحر كده حلو بيت شاب بروش عادي شعر سيدري بلزيت اعمل